زخير الخطاب الملكي السامي الذي تفضل لدى تفضل جلالة الملك المفدى بافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفص التشريعي الخامس زخير بالعديد من الرؤى والتوجهات التي تحمل غايات نبيلة وأهداف تنموية يشكل التماهي مع التوجهات الملكية السامية ووضعها موضع التنفيذ إسهاما فاعلا في تعزيز رفض المسيرة التنموية ومواصلة مسيرة التقدم والتحديث وحصد نتائجها وفقار أحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى إن الثقة الملكية السامية في مستوى الانجاز الوطني المتحقق بالجهود الوطنية يحتم على السلطتين التشريعية والتنفيذية مواصلة التعاون المشترك وتعميق مستوى التنسيق الثنائي وتكريس العمل بروح الفريق الواحد بالتوجه نحو مضاعفة أطر التعاون البناء والمثمر لصالح الوطن والمواطنين ويمثل هذا الخطاب الملكي السامي الإطار الجامع للمستقبل بمثلث الانطلاقة المتمثل في دعم المسارات التنموية وتعزيز النمو الاقتصادي وتطور السياسي إذ أن الخطاب شخص بحكمة تحديات المرحلة وتقييم التعامل معها وكيفية الانطلاق الواثق نحو غد أكثر إشراقا بالعودة إلى النمو الاقتصادي بعد التعافي من الظروف التي فرضها فيروس كورونا كوفيد 19 والذي تعاملت الحكومة معه بفضل الدعم والتوجيه الملكي السامي بحرفية شهد بها العالم ومنظماته توجيهات ملكية سامية حملت في مضامينها غاية نبيلة وأهداف تنموية تضعها الحكومة على رأس أولوية برامجها ونراسا للعمل لكافة عضاء فريق البحرين الواحد الهادف إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين فخطاب جلالته أيده الله شمل الأحداث الراهنة والتطلعات لفتح المزيد من آفاق المستقبل لوطن أكثر ازدهارا ونماءا يلبط محور المسيرة التنموية الشاملة من خلال تعزيز العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ترجمة نانسي قنقر